أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج زي سبور من أجل الحديث عن آخر مستجداتي المنتخب الوطني الجزائري والذي يتواجد في العاصمة الطغولية لومي وهذا من أجل إجراء تربص تحضيري قبيل بداية كان الكوديفوري ضفتني لمواضيع أخرى تتعلق بالبطولة الوطنية كل هذا وذاك سيكون رفقة ضيوف والمحللين على يميني ضيف قناة زايرتيوب لنهار اليوم خريج فريق ملودية الجزائر المهاجم محمد عمرون أهلا ومرحبا بكم محمد وشكرا على تلبيت الدول مرحبا أخينا زي مرحبا وإن شاء الله نكون أخاف عليكم وإنفيدكم إن شاء الله وعلى يساري رئيس تحريق قسم قناة زايرتيوب سامير باضي أهلا ومرحبا بك وعودة ميمونة مرة أخرى أهلا بك نازيم أنا جيت سعيد اليوم أنك فاجأتنا باللعب عمرون محمد اللي كما قال لك بدا صغير كورة القادمة الجزائرية مكشل ما يعرفنوش خاصة نفجيني رسيوتيعنا مرحبا بك محمد داردارك أخويا وهذه مليحة باش للجمهور يعود يشوفوك مرة أخرى مدافع رفقة مهاتي عمرون غير ما رح تكون رح يدلك مركاج صعيب إذن بداية محقد عمرون بالمتخب الوطني وكيد أنك متتبع لشعن الرياضي الكوروي المتعلق بالمتخب الوطني قبل بداية تربص تحضيري في مدينة طوغو مدينة العاصمات لومي أولاً كيف تعلق على اختيار هذا البلد وهذه المدينة؟ نعم نبدأ الاختيار هذا يرى مدام داره المتخب الوطني وعلى رسلهم الجبل الماضي سيبيا بور الجو هو الملائم الاحتيارات الكأس الإفريقية في كوديفور هذا هو اللي يخلهم بشروحوا الطوبة إن شاء الله يكونوا لحسب المعلومات في أحسن الظروف استعداداً لكأس الإفريقية إن شاء الله في الكأس الإفريقية الفارطة وحتى التي قبلها المنتخب الوطني حضر في قطر لكن تعلم من الدروس هذه المرة محمد واختار بلد إفريقي مجاور للبلد الذي سيحتضرنا يعني ما حشي يكون بعيد عليه ومجاور للبلد كوديفور يعني كل الأمور مهيئة بشي يدخلوا في كأس إفريقية إن شاء الله بكل قوة إن شاء الله إليك الآن سامير نبدأ أولاً بهالجزء الأول الذي هم تنقل المناصرين والإعلاميين بخصوص عملية التلقيح لو ننطلق نفضل الإنطلاق برسالة توعوية أولاً للزملاء السحفيين والمناصرين بعد ذلك نطلق حديث التربص شكراً على هذه الالتفات يعني أمر مهم جداً أن نستذكر أنفسنا ونذكر أنفسنا الوقاية خير من العلاج دائماً هذا هو الشعار الخاص بالصحة الكل يعرف أنه في أدغال إفريقيا أمور تختلف كثيراً كشخصي يعني مريت بتجربة مع كأس إفريقيا 2022 في الكاميرو لمدة شهر تقريباً أو أكثر من شهر وبعدها مبارة الفاصلة يعني الأمور مغايرة وحتم في تجربتي أيضاً في بوركينافاسو أمور مغايرة بالدول الإفريقية فيما يخص شمال إفريقيا كتونس ومصر وأيضاً ليبيا والمغرب ومريطانيا في إفريقيا وأدغال إفريقيا والإفريقيا العميقة هناك أمور مختلفة تماماً خاصة من ناحية المناخ فيها رطوبة عالية جداً أو محمد لعب في إفريقيا ويعرف أمور هذه أمور مغايرة تماماً يعني لما تحطك الطيارة خلاص راح تغير المناخ ومعطاية أخرى نظرة تغيرك حتى تغير حاجة الأولى تشوف المناظر في المطار يعني تغير نظرة تغيرك تشوف الجو كيف يفش محية المناخ الأرضية صفرة حمرة شهبة لهبة الأمور تدقع تشوفهم في البداية بعد ذلك تروح للفندق راح تشوف أمور أيضاً وغير الجو كي يضربك الخارج أيضاً الأمور كلها راح تخليك تشعر أنك صح في أدغال إفريقيا إضافة إلى السكان كما يقولوا تشوف الناس كيفاش الناس فقارة تشوف الناس كيفاش تتعاني تشوف أمورات قدامك تقول سبحان الله النعمة الحمد لله نعمة على بلاد اسمها الجزائر والحمد لله نعمة اسمها الإسلام بعد ذلك تبدأ تدخل في الأمور جدية تبدأ تخاف تخاف يعني لأنه ماشي خوف يعني تخاف يعني تدير احتياطات نفسك ما نمس شهاده ما نمس شهاده نمس حاجة نخسلي الدقيقة حتى بالنسبة للأكل أيضاً نعم الأكل كيف ما نأكلش براك لأنه تشوفهما كيفاش يطيب لك برا كيفاش يأكله برا هاد الأمور قاع خاطئ ما تمسش قاع فهمت دير حسابك منه أدي مكلة معاك وش تقدر تديه وش تقدر تأكل حاجة طيبها تقدر تطيبها تقدر تأكل هاد ديها منه ما تخسرش ديها حاجة اللولة نعبد نولي لك سؤال تحك تلقيح ضروري جداً مفروق منه تلقيح والدواء نعم وأيضاً الدفتر الصحي هذا الدفتر الصحي رح يطلبوه لك هنا في المطار الجزيرة فيها اللجنة خاصة تمر عليك تقولك عطيني الدفتر الصحي وبعدها لما تصل إلى المطار هناك أيضاً يطلبوا منك الدفتر الصحي ما يكوش عندك الدفتر الصحي وكما رحش ما رحش تخلص نعم نطالبه أيضاً فقط أن توفير في الوقت الحالي الدواء للناس اللي رح تروح مع أخذ بعين الاعتبار هذا الدواء تأكله في وقت يعني الدولي تأكل اسمانة قبل لا تروح كل اسمانة يقبل في كما اليوم احنا حوسين جابنا الدولي يعني يومياً تحيطنا لزميل حوسين بوشكير اليوم رح جابنا الدواء تأخذ هذا قبل السفرية بيوم واحد ويومياً حتى يعني في 36 يوم إلا كانت رح المنتخب الوطني إن شاء الله إلى النهائي هالأمور ضرورية جداً أيضاً لبس سخانة ما رحش تلقى الجو برد حتى ليلاً حتى ليلاً وفيهم مرات يعني اللي تطيح أمطار خفيفة هكذا على حسب يعني بكاش بورودة ببورودة بزاف اللي بس أيضاً تضي لغطاتها معك اللي تفرشوا فوق الغطاء اللي تلقاها يعني أمور احتياطات هذو ضرورية جداً حتى نتجنب ما حدث لناس قبلنا ما نقولوش للزملاء يعني كل من تحتوا على إفريقيا الآن أصبحنا نتفكر ونستذكر الزميل حمزة بركاوي حتى نتكرر مثل هذه الصناريات نتجنب ما لا يحمد عقباه لأنه دائماً الوقاية خير من عليه وهي أجمل رسالة الوقاية خير من العلاج عمرون المنتخب الوطني سيواجه في هذا ترمبوس منتخب طوغو وبعده الطوغو والبوراندي في المباراة الثانية المنتخب الوطني في المباراة الأولى ستكون مفتوحة بالنسبة لوسائل الألم وحتى للجمهورة متانية ستكون مغلقة والدليل بأن تشكيلة أساسية يعني كما يقولو بالعالمية يخبي التشكيلة الأساسية بالنسبة 90% نقولو يخبيها بس كي يعني لازم يكون قبل المباراة الأولى يعني في التشكيلة الأولى في المباراة الأولى أحدير تشكيلة بلك يعني يغير بلك نقولو بلك 50% تع المباراة الثانية يعني يقدر يسيقى اللعابين والمبارات المباراتين هدوما سيكونوا منح بزاف للإسلام سليماني يعني يراهو سن كمبيتيسيون سفي حول يالنطان مما يصفى الطاج و روتور دوبلي سوريا إسلام تما واحد يكون ديماتشا ميكو قبل الشامفين ستكون انطنس كما ركو بضافريكس الماكسيما سيلاعبوه تما كما يتقعوه وشكا في ديماتشا ميكو يعرف يشوفوا نراه لاحق وهذه منحة الفريق الوطني بالنسبة للمباراة الأولى أمام المنتخب طوغولي سامير ستكون مشكلة متخب محلي طوغولي هل هذا الأمر سيشكل على العائق أمام المنتخب يعني ماشي يكون معيار حقيقي يقياس درجة الجهيزية يعني ممتخب مشكل جلو من محليين نعم قبل هذا ننزيم لو سمحت نعوده للتربص والظروف إقامة التربص يعني الكثير يشيد بفندق والملعب المباراة يعني الكثير الأنو اللي أصبح يعلق أنه من مسافة صفر المنتخب الوطني يتنقل إلى اقترط طريق فقط هذه سمحلي بشي أقولك هذه خبرات تعصادي يعني ما قبلها كان نخدم مع الحجر محمد راوراو كان رئيس في داليا هذا الوقت يعني هذه الخبرات التي خلتها يخلي الفريق الوطني في إحسن الظروف نعم يعني غير مكان من القلعة التي كانت درتها الكاف للمنتخبات القرية الإفريقية شكرا القرية الإفريقية التي فيها المنتخبات الآن المنتخب الجزائري حر يعني حتى كل المرافق القريبة من الملعب محجوزة لها المنتخب الجزائري كما قال لك محمد هذه بخبرة وليتصادي اللي معروف فيه وقت فات أنه هو ليحجز المنتخب الوطني عكس ما حدث في كاميرون يعني كنا نشوفه بهو الفندق لاسك في الطريق يعني في مباشرة يعني الظروف كانت صعبة جدا للمنتخب الوطني كما نهبى ودبى كن يدخل كنا نشوفه بقامة عيون أنا أمور كارثية تحدث داخل إقامة المنتخب الوطني لكن الأمور الآن مغايرة حتى الناخب الوطني والفيدرالية حتى الفنادق المجاورة لفندق المنتخب الوطني تم حجزها باش ما يكونش ضغط كبير حتى الجمهور يقدر يحجز لك مع الفندق اللي لاسق فيه أو سياح أو صحفيين أو الأمر هذا لو ما يعني المنتخب الوطني وفد المنتخب الوطني يتنقل من الفندق إلى الملعب بأرياحية ممكن حتى بدون بروتوكول بدون يخدروا مهم جدا فيما يخص التربص أيضا شفنا في المطار منتخب الوطني ينقل كل المعدات تتاوح يعني إداء كل الأمور اللي راح يحتاجهم في هذه التربص شفنا يعني ما تريد إداءه ليخدم به نفسه موسى كمارة إداءه يعني حتى المعدات الرياضية والدماء المدات الرياضية كل شي كل شي يعني يعني راح يقعد مدات عشر أيام واللعبين أشادوا بهذه المدة وقت كافية محمد يعني خذت تربصت كثيرة حتى بنسبة للجدد يتأقلمون الأجواء الإفريقية إضافة إلى أجواء مناخية كل يقول أنه يعني فيه رطبة عالية تقريبا رهي 80 في الطوط هذا أمر يعني كبير خلي لكن خلي اللعبين يحسوا شوية بما راح يجدون في كوديفوار إضافة إلى الحصة التدريبية منتخب الوطني خذ حصة تدريبية واحدة اليوم من الوصول بالأمس كانت حصتين واليوم أيضا كانت حصة استرخائية للاعبين هذا هو البرنامج التدريبي في انتظار مباراة الطوغو اللي راح تكون يوم الجمعة خيار واختبار مهم جدا بالنسبة للمنتخب الوطني أمام طوغو في بلده وأمام جمهوره بدون شك راح يكون جمهور بقوة منتخب الطوغو لأنه راح يشوفوا نجوم إذلك المباراة راح تخلي الناخب الوطني يحسسها كأنها مباراة رسمية أو كأنها مباراة أنقولا في مباراة الافتتاح ليرسم خارطة هذه المباراة ولما لا إن شاء الله يكون أحسن بداية المنتخب الجزائر أنت محمد عمرون شاركت رفقة المنتخب العسكري في تدهورات هكذا كبرى وحتى مولودية الجزائر ومع الفرق التي شاركت معها عندما يكون اللاعب تضعه في ظروف جيدة وتحميه من المحيط الخارجي يعني يكون يعني بليزاليزا يعني هذه معروفة يعني كنت حط اللعب في ظروف حسن راح يكون تركيز تاو إلا على على الواجهة يعني على المبارايات على كل يعني الكأس إفريقية اللي راح تلعبها يعني إذا كانت عندك مباراة راح يكون التركيز تاو على المباراة هذا ما كان ما عندك حتى خيرو حدق في هاتفرة شوية تفاؤل شوية من تخب الوطني مقارنة ب 2022 محمد نسود باش تشوف يعني كان عنده وقت باش يحضر لهذا وقت وقت كان في تخطيت وعندنا يعني بوروز نجوم جدد في الفرق تحهم وعدنا لعابين جدد ومع الزانسين جوار اللي كاين يعني راح يكونوا فرقة يعني مجموعة يعني المجموعة هي اللي راح تجيز ماشي إكس ولا إيقر محمد هما اللي لعبوه اسمحني نزيم فضل فضل جوار اللي لعبوه كان 2022 و19 هما اللي راحين أيضا يمتواجدين في هذه البطن يعني هنا الخبرة راح تلعب دور كبير وهما 12 لعاب يعني يعني ما بين 28 حتى 34 سنة وعدنا تسع لعبين جدد لأول مرة يشاركون في منافسة الإفريقية نزيم أنا محمد أهضر على نقطة مهمة هي السن 29 24 سنة هذا أمر مهم جدا في بطولة كما هذية كيفاش رحي سيسيرها نزيم لك لعبين تخبرها يعني معدل عمر يعني يعني نحنا كنا نتمنين بس باش تكون يكونوا لعاب لا تقدرش تكونوا يوقع فريق جديد شاب مستحيل مستحيل لازم يكونوا دائما كواد ولعاب اللي رام اللي رام دوكار تناشاديهم تم رام يلعبوا في الفريق تحام وراهم يعني كما قولوا في المستوى في الفريق تحام سوف نقولوا محرز ولعبون جاع يعني هم من يفتاح في الفريق تحام تحدثنا في الكواليس وتحدث ونصلت الضوء على أحد أبرز اللاعبين المرشحين اللي يتألق في الكان وهو محمد أمين عمورة الكثير يرشعه لبداية هذه البطولة كأساسي هناك من يقول سي لعب على الرواق وهناك من يقول بأنه بالماضي يفضله كرأس حربة سامير وعمرون سؤال مفتوح لكم هو المباراة الأولى محمد مرحش يكون فيها محمد أمورة معاقب يعني الكاف يعني أرسلت بيان للفافت وأكد أنه معاقب سبتاركم بطاقات نقوله بعد ذلك من أحسن أنه كثير يرى أنه عمورة يكون جوكر هذا رأيي وشنشوفو يكون جوكر إلا ما يبقى جوكر عنده عمورة كبر لكي نقول عليه صغير يا سامير وكبر ممكن محمد كما يقول لعب الهجوم أكثر عمورة كيد دخلوا يعني في البداية نشوفو دايما مباراة التاعو تكون ما يكونش فيها اللمسة كما نتظروا كيدخول جوكر كيدخول جوكر ممكن 30 دقيقة لأخرا عنده هذه الطاقة يكون أحسن من الزملاء تاعو فوق أرضية الميدان وأيضا أحسن من الزملاء بدنيا من اللعبين تاع المنافس وبذلك دور تاعو يظهر بالسرعة تاعو بالمجهود ليقدمه وبالتمريرات تاعو بالحس تهديف يظهر في هذه 30 ثانية أحسن ما يظهر في مباراة كاملة هذا رأيه والله أحلى عمرون رأيك سامير سأي يقدر يكون نقول لك باللعب كما محمد أمين عمورة لاعب يعني متعطش صحيح بالعامية جيعان صحيح تشاهد أشاكفو يدخل إماركي أشاكفو أشاكفو تما هذا لعب صغير أحب أخر وتما شغل واحد يشوف كيف شجاء كيف شراء يعني ما يطرع لك يلعب رمبلاسون أو تيتي لعب من أحساب الانترينير يلعب لجوال معه يقدر يدخل تيتي إلا يقدر لجوال منافس لأنه يمكن لجوال محدخر لعب هذا يمكن لجوال محدخر يمكن لجوال اللعب كما قلت في الكويس يكون على الاختيار حسب المنافس حسب المنافس حسب الفارقة حسب اللعب معه إلا لديك جوال إلا كانوا معك جوال رابيط في لطاك يقدر يخلي بلطاك صحيح لما كانوا رابيط يجب يكون هو يمكن اللعب هو اللعب في لطاك لكن كل رابيط في لطاك سيب يمكن أيضا يشوف دفاع المنافس إلا تقيل إلا يلعب دفاع مقدم أو يقدر يلعب فاللعب وإلا كان الوحيد فالدرواد سيلاعب كم كون في المباراة الأولى وبالليلي يقدم مباراة كبيرة لا يقدر يقدر ينحي في المباراة الثانية ستكون الأولوية ممكن بالليلي دائما الحفاظ على نفس نفس سلم قال لي عمرون في الكاوليس قلت له هل ترى بليلي مولودية جزائر هو بليلي المنتخب فقلت لي الأمور تختلف بين المنتخب ومش هو شيء اللي يخلي الأمر مثلا الملودية يمش بليلي متأخر بدنيا لا لا نحن تتحدث من أن نرى ماذا يمش الوطني يمش المنطقة 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 تختلف بين المنطقة المنطقة ما الذي يمش المنطقة لا يمش من المنطقة الموارل التي توجد يوسف بلايلي كانت ملة بالموارل لأنه لم يكن مكانين ويستطيع أن نعود لتساعدك الموارل يتوقف وعنده نسبة كبيرة لغياب غريب ثم يوم يأتي يقعد يوسف بلايلي يستطيع أن يزال بالنسبة لك سامير نعم يوسف بالليلي الكل انظار رحيت متوجه يعني فيه انتقادات طالت ناخب الوطني بحالة بعده يستدععوا ليوسف بالليلي وعليه الآن اني برهن ويبين ذلك فوق ارضية الميدان ليرد الاحتبار اول لناخب الوطني والخيارات تاعه كما حدث 2019 معاك ديورة لما قالت الناس انه انه كبر وكتاب يوسف ايضا لي بالعمري ايضا وكبره بن عمري كيف كيف اليوم بالليلي امام امر رد الاحتبار للمدرب وايضا لنفسه بالليلي سواء في مولودية الجزيرة او في فارق اخر او في المنتخب الوطني تواجده ايضا الى جانب بنجاح شفنا ذلك في كثير مباريات يختلف عن تواجده مع سليمانيا وتواجده مع مهاجم اخر تفاهم كبير مع بنجاح نقوله الان الكورة في مرمى يوسف بالليلي حتى يمد للمنتخب الوطني اللي هو في امس الحاجة اليها وعود رجاله الاعتبار يشارك مرة اخرى مرة ثالثة في بطولة افريقية وايضا لشخصه حتى يظر انه المزال اللاعب قادر على العطار بالنسبة لمركز ايضا مهم جدا في تركيبة المنتخب الوطني يتعلق الأمر بحراسة المرمى مع عودة رئيس وهاب بن بلحي يعني بين خبرة بن بلحي في المنافسات الافريقية وبين طموح وتحفيز موندريا يعني بالماضي سيكون امام مشكلة اخرى يعني اما يختار التجربة والخبرة واما يختار يعني حماس وطموح موندريا اللي بدأ ياخد المعالم جيدا مع المنتخب الوطني احتمع اصحابه يعني الكميونيكاسون اصبحت جيدا هذا اصعب منصبه واصبعه بخيار في كاس افريقيا بالنسبة لجمال بالماضي بتحقيقنا ان نعطيك حاجة بلك بلك محش يكون الخير كامل قاعد لها الجمال بالماضي لمن؟ يقدر يكون الحراس مرمى يعطي رأيته عنده واحد ثلاثين بالمية فالرأيته وان شاء الله يكون رئيس وهاب بلحي مفيد ومنظرية نحن كما في كوبدافريك لا يمكننا أن نقوله محش يكون مليح يعني اعطينا الاخرى يعني افريقيا ما شيء نحن يمد نظرة على الفريق ان شاء الله يكون الخيار امتن أنا اشاطي الرأي فيما يخص حراس المرمى ان المبارتين الوديتين هذه ستحسم معالم تشكيل الأساسية للمنتخب الوطني صعب الاختيار سواء بلحي اللي عنده خبرة كبيرة مع المنتخب الوطني في مثل هكذا منافست او مع المندرية اللي نشوفوها انه مستقبل حراسة المرمى في المنتخب الوطني لكن حان الوقت من اجل اشراكه اساسية وممكن جدا انه يبقى يحافظ عليه بالماضي انه يحافظ على تقريبا المباراة الاخيرة مع خطة دفاع خلاص عندهم توليفة لازمة ليكون اساسي في الكن في وقت مدى محمد عمرون المنتخب الوطني كانت تشكيلة خالية من اللاعبين المحليين أو اللاعبين خرجية البوطول الوطني لكن الآن يعني وبعد مرور السنوات يعني نجد زيندين بالعيد وبنبوط من اتحاد العاصمة يوسف بليلي من مودة الجزائر بالإضافة الى اللاعبين الذين تخرجوا من البوطول الوطنية مثل بوداوي عبدالوة بنجاح سليماني وغيرهم يعني يعني يعطي امل ودفع للاعبين المحليين يعني المتواجدين هناك بعض اللاعبين المتميزين مثل بوراس في شباب الوزداد بالخير بوعاليا في شباب القابل وغيره من اللاعبين اه وش نقول لك هاد لجوار الجينيان لو كان يخرج بكري من البوطولتانا سيكون في الفارق الوطني سينضج سريعا ينضج كما نشوف امير محمد عمو معد امين عمورا يعني يعني بعد سنة كان في الفارق الوطني يعني تشوف معالم حاجة أخرى يعني كل حاجة يعني مهيئة باش تكون يعني لعب كورة قدم متكامل وشنين الامر يتعقل لعب محلية التي تطور هنا هنا في الجزائر يعني محتى نستفيدوا ونستفادوا يعني منهم بعد ذلك يعني اول حاجة هناك العقلية اخليني من العقلية اول حاجة في البوطولة ما زالنا اللعبو في الطرط ونحن نكون ونحن نكون في الاحتراف يعني سانتيتيك هو اللاعق كبير فيها في البوطولة المحلية يعني كان على حاجة مخصصات المخصصات نحب نحن 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 نكراه يعني يعني اللعبة فيها يعني ومن في الجارة في الجريفة في كل شيء يعني يمشي ما يمشيش كما في تارتون حتى أيضاً اللعب يتأثر على رجليه أكثر منه يتأثر على تارتون تلعب في تارتون تلعب في تارتون تقول كنت تضارب كل شيء يوجع فيك لا يفاصل وجهك لا يفاصل كل شيء لا يفاصل كلهم لا يفاصل لا يفاصل لا يفاصل لا يفاصل المفاصل هؤلاء 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 تلعب في القازوناتير سيكون سريعاً بالعودة إلى المنتخب الوطني فتحنا قوس صغير سامير ونعود إلى المنتخب الوطني نتحدث عن رياض محرس قائد المنتخب الوطني الذي اكتسب مع مرور سنوات شخصية قوية وأصبحنا نشعر بأنه قائل من خلال يعني التواصل الدائم مع زملائه وأصبح يحتج أيضاً على قرارات الحكام ونشعر بأنه أصبح قائل حقيقي هل سيكون له دور كبير بمثابة الكوتش رقم 2 فوق أرضية الميدان هذا ما منتظر منه لأنه تقريب العام والأخر أو البطولة الأخيرة ممكن له الإفريقية مع المنتخب الجزيري نظراً لعمل السين نقولوا رح يمد فيها كل شيء حتى تكون مسك الختام كما حدث في 2019 مع المنتخب الجزيري لما توجدنا في مصر ويعني طي صفحة الكاميرون وما حدث بعد ذلك من إقصاء في المونديال محرز ركزة أساسية بتوجده في المنتخب الوطني حتى يمشي فوق أرضية الميدان له دور كبير سواء مع الزملاء أو نحن علينا كجماهير جزيريا مع المنتخب أو مع النخب الوطني هو همزة وصل فوق أرضية الميدان في اللاعبين مد النصائح وأيضاً مع المدرب يسهلوا أمورات كبيرة ولذلك إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أنه يكون رياض محرز في المستوى اللي يقدمه في 2019 وليقدمه مع نادي الأهلية السعودي حتى يقدمنا تلك الإضافة وشلاناً نطالبه منه في هذه البطولة بالنسبة لنفس الأمر بالنسبة لرياض محرز أمرون سيكون له دور كبير نفس الدور للأبو صلاح في مصر وأسماني في السينيقال لابد أن يلعبه ولمحرز محرز يعني لو متعود على قيادة الفريق الوطني سيكون كأس إفقية كما قال سامر ستكون الأخيرة لها هي رابعة لها نعم سيكون كأس إفقية لم تكن كيف يقولون ليس متاحة للجامع صحيح هناك لعبين كبار نعم لن يلعبوها يعني سيكون الرابعة له وكأد فريق سيدخل التاريخ من باب الواسع إن شاء الله سيبدأ بأن يبدأ المجموعة داخل المجموعة سيبدأ المجموعة سيبدأ المجموعة سامير لابد أن نعود إلى تصريحات الناخب الوطني ومن بين تصريحاته محمد وسامير قال أننا لسنا مرشحين لأننا خرجنا من الدور الأول في كاميرا 2019 المرشح هو مصر، سينيغال، تونس، الكاميرون، الكوديفور هل هو إبعاد للضغط؟ أم هي حقيقة؟ يعني عندك محرز وبالناصر لابد أنك منطقيا لابد أنك منطقيا لا، هو استاتيسيك مو يقول لك إحنا كوبدافري كليفات خرجنا من الدور الأول جيد هو أشغال، صح ليس للمرشحين لكن ليس لن نحن بعيد هي أخرى بعد الضغط على اللعابين وبعد الضغط على الفريق الوطني وهذه حاجة مليحة وفي رأس ورأس ورأس يتبع مع المجموعة قال بريكسان نذهب إلى أبعد نقطة وهي بينها واضحة لأنه ما حدث في الكاميرون المتخب الجزائري تويج بكاس إفريقيا 2019 الكل حطوه في ففم المدفع أنه المتخب الجزائري هو المرشح وبثوب الباطل يحافظ عنده نفس التركيبة راح تلعب هذا الأمر خرجنا الدور الأول الآن يبعد الضغط على نفسه على الجماهير الجزائرية لأنه الجمهور يتبع أكلامك تقول له راح نديهار تقول له راح نلعب نهائي يحكموك من الكلمة يحكموك من الكلمة لكن اليوم قدر ربي المتخب الجزائري ما مشاتلوش في كوديفور قال أخوي أنا من الأول ديكلاريتكم ما ليش مرشح راح تلعب هذا الباطل صح كما قالك محمد مع المجموعة ما مشاتش لذا مشات قال لي أخوي أنا كي مشات يعني درت هدف أني نوصل مع اللاعبين تعييلة بعد النقطة اليوم رانا في النهاية أو في النصف النهاية هذا أمر مهم جدا إضافة أي ذلك أنه يرمي الكورة في مرمى المنتخبات لأنه ممكن تواجه مصر في الدور المقبل ممكن تواجه كده يقول لك هذا مدرب أو كبر بي قبل أن نلعب معه كبر بي إذا كنت ترى المنتخبات أو الوسائل الأعلى يتحدى على المنتخبات يرشحه هذا قتل من الثلاثة الأولى يعني على باله ما يسوى الفريق يقول لك باللعبين والأروادة كما هذه يرشحه يعني هو مدربة المجموعة ويعرف كيف شرويه إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله حض موفق للمنتخب الوطني إن شاء الله إن يكون المشوار مليء بالانتصارات ولما للعودة بالتاج القري والنجمة الثالثة وقبل أن تنقل الموضوع الثاني الذي يخص يوسف عطال الذي تم إصدار عقوبة 8 أشهر حبس غير نفيدة إضافة 45 ألف يورو كهرامة مالية لابد أن نطرح السؤال يا عمرون على سامير بادي وسؤال كل الزملاء هنا يتسألون هل سيتنقل بادي إلى كوديفار أم له يبتسم بادي الجميع يعرفوا بقوته في الدعاء يعني هذا رد كيف يقول حسين نمرة هل سيتنقل بادي إلى كوديفار والله غير حتى الزملاء في قنوة أخرى يتسألون والله كل شيء بالمكتوب عن الأولوية في الوقت الحالي هتنقولها الأولوية وتنقل الزملاء يعني حسين وعبد النورحوز وأيضا إسلام محمد قريمش اللي أيضا سيكون مع الوفد وينقله كل كبيرة وساغرة نعرف إمكانية عبد النورحوز لغطى كاس إفريقيا 2015 أو نعم 2015 وأيضا حسين بوشكير اللي معرف منه الكثير أنه يتبع النقاط اللي لم يشوفوهاش ناس أحد أخرين وهذه من قوته إضافة إلى المصور المحترف أيضا وغطى كاس العالم معي وله تجربة يعني ومتنقل مع اتحاد العاصمة يعرف بواكي جيدا أنه يتنقل مع فريق الاتحاد العاصمة يعني حتى الفكتفلي راح يروح إلى ما راح سامير بادي في كتفلي راح يروح راح عنده قوة كبيرة في العمل ينقلنا كبيرة وساغرة وما جاوبك سامير بادي هو يحب يحب يسعد بورحلي تعلب المساحات وسامير بادي تعلب التسريحات إذن نتنقل إذا نتنقل ونقعد هنا راح نكون معك سند وفي نقل أكيد للخدمة ستكون دائما إما تكون هنا أو ستوديات راح يكون ستوديو تحليلي للمباريات وأيضا نقل كل كبيرة وسغيرة مع الزمالة مباشرة من قلب التقطية ستكون وانت أيضا راح تكون عليك ضغط في المقر رفقة حمزة نعم ونحن في خدمة المتخبة الجزائية أكيد ندى مباشرة إليك سامير قراءة إعلامية قبل أن نذهب إلى محمد عمرون حول العقوبة المسلطة على يوسف عطال يعني تم شهر حب الصغير نافدة وكأنه قتل أروح والله نحن دائما نبقى مع قضية يوسف عطال التي أسألت الكثير من الحبر هو لم يقوم سوى بالتعبير عن ما يحدث لإخواننا في غزة كأي جزائري وكأي مسلم كأي عربي لكن ما قام به القضاء الفرنسية والدولة الفرنسية أنه مجحف في حق هذا اللاعب وفي حق الجزائر شعب الجزائري يتمنى أنه ما يتأثر وكما يقول براهيم شاوش محلنا أنه عليه أن يرحل بسرعة من فرنسا وأن يغير وجهه حان الوقت ويغير وجهه يعني واحد يشارعك ويحكم عليك هكذا وش تبقى وش تبقى الدور معاه يعني يوسف عطال إن شاء الله شخصيته قوية يعني شنها تجاب الجزائر بعنوية مرتفعة اليوم هو مركز كثير وجدت الدعمه في المطار يعني كل الدعم من الجماهير الجزائرية وحتى من خارج الجزائر من اللاعبين كل الناس دعمته في هذه القضية إن شاء الله ما رحش تأثر عليه لأنه مركز كثير مع المنتخب الوطني يريد أن يزيد يختمها بكأس إفريقيا من كوديفور حتى يوسكويتا وأن يكون يعني موراله أكبر وأكبر ويغير الوجه خلال هذا الميركات هو القادم تكون وجده إلى فريق آخر وإلى بلد تقيم النص حقيقتها الشيء الملفت للانتباه في مباراة الدربي بين المولودية واتحاد العاصمة لما الكاميرا توجهت إلى يوسف عطال اللي كان متواجد في المنصة الشرفية الجميع هتف باسمه جي الشاب معك يا عطال هو الأمر الذي أسعده كثيرا أن عمرون لما تجد المساندة من أبناء بلدك عندما تكون تعيش نحن كبير نحن معروفة في الجزائري نحن وقت شدة القارج نحن معروفة في الجزائريين الحمد لله لم يكن أمر لا يوجد شيء يحشون بها لا يوجد شيء يحبط له المورال ويحشون بها لكن هناك شيء يحبط فوتبول لا يمكن أن تؤثر عليه وإلى غرامة والسورسي الذي أخبره أنا أخبره في الجزائريين أخبره في الجزائريين وهو خارج فيرنسا ويقوم بالفريق ويقوم بالفريق ويقوم بالفريق ما أحسن من هذا الفريق ويقوم بالإعتبار لنفسه ويكون حصد الجمهور والناخب الوطني يعني هم أرامتك نحن نقول شعب تكنين على الأربي وعليه وعلى فريق وطني إن شاء الله يكون أحسن الدور نضم بلك أنه لابد أن يخرج من الدور الفرنسي الآن يعني يقدر يلعب في أي فريق في العالم نقول لك يوسف عطان بإمكانيات لي عنده يعني يقدر يلعب في أي فريق قبل ختام لابد أن نتحدث ونعرج على البطولة الوطنية ومباريات المحترفة الأول التي ستلعب بداية من هذا الجمعة يوم السبت سيكون الكلاسيكو الكبير يجب أن نتحدث عليه بين الفريق الذي تخرجته منه مودي الجزائل وبين الفريق الذي دائما تسجل عليه وهو شبابة القباح يعني كلاسيكو كالعادة يعني بصحة كلاسيكو كيلعب فيه خمسة جوليا سيكون كلاسيكو آخر ورح تكون نكهة أخرى مع الجمهور جمهور مودي الجزائل راوي يبدع كل كل أسبوع كل جولة يعني خارج الديار داخل الديار يعني باحترافية بأتاة معنا الكريمة والفريق راوي يمد يعني يعني كما يقول بالعمل يريبون دي لهم بليريزيطة الكاين ورام في البرامي إن شاء الله يكملوا هكذا ويخرج جمال شباب يعني مع الكلاسيكو نتمنعه يعني ديماتش كما قلت لكم مقبل ديماتش يكون في القازة وكما سنجوية لأخر ستكون كورة قادمة ستكون متعة إن شاء الله يكون الريتم يكون كلش الفريق موجود جزارة في احترافية إن شاء الله يكمل وإن شاء الله تعوي تولي شابة الغبائية تاعة بكري وتاعة يعني وقت ما كانت كحكمة حنا شي الله يرحمون وإن شاء الله يخرج مراتشباب ما هو السير تسجيلك في كل مرة على شابة الغبائية وإن شاء الله يكون مركب مهاجم يجب أن يحوز يسجل كأن ديماتش لا تسجل كأن ديماتش لا تسجل وكأن ديماتش لا تسجل وكأن تكون في نهارك أكيد نتحدث عن هذه المباراة سامير في غياب يوسف بليلي كتائية تسأل ما هي الحلول التي سيجدها باتريس بومال من أجل يعني سد تغرط غياب يوسف بليلي سؤال في محله نازيم لأنه الكثير يحاول يشوف مولودية الجزائر بليلي يوسف بليلي لأنه الكثير الآخر راح يقولك ديمة مولودية رافضها يوسف بليلي هكذا محمد الكثير يقولك أنه مولودية رافضها يوسف بليلي وهو راهو 50 مئة في التارير فحسب الإحصائيات وإحصائيات يليت هذا إما التمريرات الحاسمة اليوم راح يشوفه مولودية بلا يوسف بليلي شكور راح يعوض يوسف بليلي وهل نفس الأداء نفس الريتم نفس الأهداف كأحسن هجوم في فارق مولودية الجزائر نشوف يوسف معروف يحب يسجل يحب يدير لدنيار باص يحب يكون لاكتير يوسف يخلي لمسا تعوفها هي اللي خلت يكون يوسف بليلي هكذا يقدر ما يحب يكون توجو الوالو بلومي هذا أول عبلي طام بعد غيابه نقول لك ما في الفارق مولودية الجزائر يمدون لماكسيما ومراكين له على سبيل الميتال نقول لك أنه يمد يمدون بزاف الفارق يعني يمدون يملاح يمدون يمدون يسجل يقردون يعني لاعب نقول لك ومشي في المكانة أو في العب نافيد مي ومراكسيما يمدون لماكسيما كتحدث عن الكلاسيكو أنه تقريبا نصبح نحن نراه وكل مباراة تلعب في خمسة جويلية أو لها طابع خاص ما قال لك محمد أرضية الميدان كلاعب جام يلعب في خمسة جويلية تلعب في خنشلة تلعب في سطيف تلعب في مقراء تلعب في أي فارق آخر أنك جاتك الفرصة باش تلعب في ملعب خمسة جويلية تقريبا ممكن أول مرة راح تلعب فيه ملعب خمسة جويلية نحن نخلو كصحفيين فيه شارم تعال تغطية والله يكون مكتامل مكترى مكترى بملاعب أخرى نحن كصحفيين يحسن بمباراة في ملعب خمسة جويلية تحسلها فرق بمباراة في ملعب أخرى حاجة لول المدرجات الأجواء اللي يصنحها الجمهور حتى الجماهر الفرق المنافسة أصبحت تنقل بقوة إلى ملعب خمسة جويلية باش تخلي البصمة تاعها وباش تتمتع بالأجواء اللي يصنحها جمهور فريق منودية الجزائر اللعبين فوق أرضية الميدان الملعب واسع ولو يمدوا أكثر منهم كل لعب أصبح يبين المستوى التاعه في ملعب خمسة جولية سواء في فريق مولودية الجزائر أو يلعب ضد فريق مولودية الجزائر إضافة إذاك مباراة مولودية أصبحت كلها تبث عبر تيليفزيون يعني كل لعبين ولو أمام الفرصة تحفيز زيت كل لعب أصبح يلعب مع فريق مولودية الجزائر أو في ملعب خمسة جولية يكون مستوى مغاير لما يقدمه مع فريقه في ملعب أخرى وهي تقريبا يعني نشوفوا فرصة لشريق شبيب تلقابايل أيضا باش تعاوته لأنها فريق راهو يعاني مع عودة المدرب السابق كمدير رياضي أي جودي عزدين منوله أيضا كل التوفيق هي فرصة لفريق شبيب تلقابايل من أجل التدارك لأنه أي تعطر آخر نزيم رح نقول لك فريق شبيب رح يدخل فيه دوامة صعبة وصعبة باشيخرج عليها خاصة نحن مقبلين على فترة الميركاتو وأمور أخرى ستتغير في هذه المرحلة وعلى سبيل الحديث على عزديني جودي الذي تم تقديمه اليوم للاعبين والطاقم الفني في أول لقاء رسمي بينهم دعا اللاعبين إلى التركيز خاصة في مباراة مودي الجزيرة وقال لهم هي مباراة المنعرج يعني لو تخسروا سندخل في نفق مظلم ولو دخل شبيب في نفق مظلم والمولودية أيضا من جهة المقابلة نزيم لو يخسر ممكن تتأثر على السلسلة عن نتائج يعني مباراة قد تكسر لك فارق غيلا كانت فارق يكون قوي دهنيا فهي عاود يقولي أنا ما أقول لك يعني مباراة مفخخة أيوة من كنا الجانبين يعني الفارق بدون لعب يعني من أحسن لعبين في الفارق ومع فارق يعني ما نقولون جروح يعني يحوس يتدارك في أسرع وقت ونقول لك نعود نقولي بركشي الفارق يعني هذا العام نشوفه ضاهيرين في مستوه يعني أني عندهم بزاف مكانوا شفى ضاهيرين صافي بزاف يعني نشوفه حليمية وموالي يعني يرغمهم يقدموا في مستوى منتظم يفكر في حليمية في حشود مع بيديت ومع فارق يعني حتى الناس كانت تقولي بركش تدعيها بالموالي نتمنى لهم ولكل الأندية الجزائرية التوفيق حتى ولو نفتح قوس صغير فقط سامير فيما يحدث بينها الأنصار بلايصار بتحد المناصرين هناك بوادر لفتنة من طرف يعني من طرف هنا وهناك لابد أن نمرر الرسالة بأنها تبقى مجرد كرة قدم هذه أولا والفرق بين شباب الوزداد ومويد الجزائر والاتحاد العاصمة هم فرق جيران وأحباء وخاوة يعني في المنزل واحد تلقى مناصرين لشباب الوزداد وهو مويد الجزائر والاتحاد العاصمة لابد أن نتبع كل هذه الأمور التي قد تخرج الكرة الجزائرية والبطولة عن نطقها لابد أن نمرر الرسالة سمحني محمد ديك للكلمة أنا أولا غير تفاجأت بالخبر اللي سمعته تعالى إصابة مناصر ملودية الجزائر على مستوى اليد بحاجة يسميها السينيال يعني حاجة خاطرة جدا أنك تدخل تدخل هذه للملعب نحن جينا نمده الفرجة وصح الحاجة اللي شفناها في المدرجة في هذا الدربي خارقة للعادة وكأنك في برازيل وفي الأرجنتي نعم العالم كله العربي وحتى العالم اللي تحدث عنه هذه الصورة الرائعة لكن في الأخر تسمع بواحد طار تيد ولا بواحد جرح تيد ما قبلهاش لابد من تهديم ما قبلهاش وهذا الأمور هذو ما خاصة في دربي بين الإخوة يعني بين ملودية وشيء الجميل أنه هو مدرج الفلومبو ما كانش بدون أي حاجة يعني هذه مش مرة الأولى حاجة هيلة اللي دايماً بيتكون بين أنصار ملودية ونياص يعني كنا والله إحنا في أمر غير غناء عنه مني باش نشوفوا هذا الأمر لعبي أم ناصري تبليسة هذه نفس وهذا بنادم الناس عندهم مالية عندهم هالأمورات إن شاء الله مستيش تكرر أيضاً بما يحدث دائماً بين أنصار رائية القبة ونصر حسين دايب بما أنها مباراة لعب نهار الجمعاء نهار الجمعاء فيه ناس طالب بمباراة بدون جمهور ذهب وإياب فيه ناس طالب بمباراة لعب بجمهور فريق رائية القبة بدون تنقل أنصار نصر حسين دايب بعيد يعني بينتهم يعني حولي 20 ميترة يعني بين القبة محوما ما كاش لكن أولينا تخوفوا باش نديروا مباراة في القسم الثاني بين فريقين جيرين يعني هذه الثاني عيب سواء أنصار رائية القبة أو أشباه أنصار رائية القبة لأنه فيه ناس صح حضارة في كلا الطرفين سواء من النصرية أو من القبة يعني خلاص هذيك بكري كانت الناس تنظارها بتيري بالحجر وتداطع منها على الصداد والله من تحتها تطلعها تعلو ساندي خلاص در كله ومكاشة الأمورات نشوفوا النصرية فوق أرضية الميدان ونشوفوا القبة اللي رحي الأولى فوق أرضية الميدان ونشوفوا الأجواء تمتعوا بها فوق المدرجات وجميع يتمتع بالأجواء والذي يربح بصحته والذي يخسره يعوض في الجولة القديمة مش نهاية العلم أخ ساميرو أخناس يعني كما تشوفوا القضية السينيال يعني هو أمنا أنا السينيال باش نقدر بألك في ميجان بألك الأخرى تقدر تشعل بألك تعطي طفال هنا بصح السينيال يواعر في أي يعني تقدر تلاطيه تقدر يعوز يدور ما تقدرش تحكم فيه كما يشوفه في الصور ما تقدرش تحكم فيه بس كما هو كيره ما تقدرش يقدر يدور لك يعوز وليك لي يعني هذا أمر خاطر أنا أتمنى وإن شاء الله ما زيد يدخل ما ده بينه والله ما زيد يدخل وتوقف هذه الفيطة فوق يكونوا يشوف ديجال ماتش ما شير رح يشعلوا ولا والذي يخاف بألك يجي لها ويشعلوا ولا ويشعلوا ولا بك شوين يجي كما هو يقول أنا أكمرية حتى في الموترة أنا أتمنى بلي هذه غلطة بألك تتمنى بليها بتسمح لي رح ترجع لي ما عندها تسمح لي ما عندها تعدر يعني باش تقول لي إلى على دنيا المشكلة لكن أتمنى أنت تهدأ هذا الرمي العشوائي كيف أرانا نشوف وهو خطير جدا يعني تخلص المصورين هنا الناس لي فوق أرضية الميدان ممكن ما تهبتش للأرضية الميدان طيح على المدرج السفلي يعني كما قال لك تقدر تيريها تعوى الدور لك بقدر ما هي جميلة بقدر ما هي خطيرها خليونا في المتعة خليونا في المتعة والفرجة وهكذا هي رسالة أنا تمنى تكون وصلت سنة شكرا على الحضور وعلى كل ما قدمت لنا في هذا العدد بركة محمد تقول له كيفاش بديت صغير وما زالك تلعب هذه السؤال أنا سنيت وهنا زيما تقول له محمد كثير أو يلعب بالآن في حي الجبل يعني كي يلعبين هكذا كما محمد بدأوا وشفناهم صغار برزوا صغار يعني طلعوا الأكابر هو في عمره 17 سنة بالأمس لعب ومش لعب بالأمس تدافع محوالي ايه موش يعني أذيك تكون الخبرات تقدرت أنا واحد أنا نعاون في الفارق ماشاء لاموطة لاموطة ما بكي كنت في فارق وحدة أخر وين تحطني أي مدرب ولا يسحقني ولا نقدر نفي الفارق نلعب ما عندي مشكلة يعني هنا لبيان في الفارق هو شي يجيب بتيمال الفارق يكون في اسوأ أنا أو لوحدة أخر هحزيد تواصل الموسم قادم نجد نشوفك الماينة والله ما أنا قدر نقول لك مكتوب الله أنا الماكسيم هيا الخدمات على الصغر صح هادي 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 عليك نقول لك هذا أنا أستنتيديك وهكذا قدرت لي زوبيراسيو والأخر بالصح الخدمات على الصغر هي التي تجليك تكمن محمد عمرو كنت من بين أبرز المهاجمين يعني أني كنت نعلق وعليهم أمل كبيرة تألقت مع المولودية في البداية مع المنتخب الأولمبي مع المنتخب العسكري وبعد ذلك كنت الكاسير يعني في المشاوار اصدقائي كاسير على سيد بليسور أطروا cadi أوبرز المينيسك ويسكيو إنها الكاسير عمد الله هادي من تجليك مهم إنها لها كبيرة بجاية هذا ما لابع لتلمسان بفناء يعني لا كيستقرار لي لا كيستقرار واحد يعني تشوف اللعب اللي ديروا الاستقرار هما يديروا فأحية ما يقول لك يعيشوا في الناصيونال رغم ذلك إن شاء الله قدمت مشوار مقبول يعني نشوفوا تولي مجال تدريب محمد ممكن تشاهدت تدريبية خاصة أنا ما نعرفش نعرفش نعرف أنا كل كورة تقاتم أنا نتمنى إن شاء الله نقرعها وإن شاء الله نكون يعني حيب مجال تدريب أو مجال تدريب مجالي خاصة أنه أنك لعب دولي فيها أنك لعب مونتاج بزاف سوال نقلب نكون إن شاء الله مدرب إن شاء الله نبدأون تعلمون كما علمون الناس ونتعلمون واخذ آل إليما لا إن شاء الله سامير أخير كريمة قبلين ان تو disparity إن شاء الله أنا أعلى جيد سعيد أني تلاقي عمان molesيوما وإن شم الله نتمنى أوله إن شاء الله كما نجح في لعب كورة قادم نتمنى أوله إن شاء الله ينجح كمدرب إن شاء الله ويخلي أسمه كما أخلي أسمه كل توفيق ايضا شكر موصول لك نازم وكنا اليوم معك في هذه الحصة وشكر موصول للزملاء والمشاهدين محمد عمرون اخر كلمة نشكرك نازم الاستضافة هذه ونشكرك سامي اخويا وان شاء الله ما كناش اتقال على الجمهور وان شاء الله فريق الوطني يجيبنا الكاس ونتمنى الخلف بطول الجزائرية ونترحموا على لعب البيض وخالد رب يرحبهم ان شاء الله وان شاء الله كوراج للفريق مودي البيض وهذه ان شاء الله رب يلاقينا ساعة الخير ان شاء الله وهذا ما نتمنى وقبل الختم لابد نوجه التحية الى واسم الوطيس الذي يرسله الان وهو الذي يحتفل بعيد ميلاده 13 سنة عيد ميلاد سعيد واسم الوطيس كل عام وانت بهذا مشاهدنا الكرام وصلنا الى ختم عدد اليوم من برنامج زاير سبورت تحية خاصة الى المخرج عبدالباصط طبال والى كافة الزملاء صحفيين الذين سهموا في اعداد هذا البرنامج جدمتم في العاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروا من برنامج تازج حلة جديدة وضرب الأرواع زيرتوب اول قناة الالكترونية في الجزائر اشتركوا في القناة